السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا اصدقائي. اهلا بكم في جولة جديدة وجولتنا النهاردة زي ما انتم شايفين كده احنا في الوكالة. ممر زهران. آآ ممر زهران دوت آآ لو هتيجوا من ناحية الكورنيش هتسيبه ممر الشبكة وممر عيش النخلة. هو ثالث ممر. آآ لو سألته عليه اي حد آآ هيدلكم عليه هو ما يطوحش. لكن لو هتيجوا من ناحية المترو ويبقى هتركبه آآ المترو هتنزله محطة مصبيره وتدخله الشارع اللي فيه زك السماك. وعند مسجد الشبراوي فيه شايف وفيه شارع الاحمدين. هتخلصي. هتخلصي شارع الاحمدين. هتلاقي ممر زهران. يعني برضو لو سألت عليه من ناحية زك السماك نحت شارع الاحمدين قبلها الجديد. آآ كتير جدا يعني هيدلكم على ممر زهران. هو الجوة شوية. يعني هو في النص. آآ زي ما انتم شايفين كده الجوكت دي كانت في جولتنا كانت بمية خمسة وعشرين جنيه. الاستندات دي بتبقى وقفها يوم الحد عشان بتبقى المحلات قفلة فبيقفوا قدامها. آآ الاستندات دي كانت جميلة كده ان كان فيها جوكت بمية خمسة وعشرين زي ما انا ذكرت. يعني مية خمسة وعشرين جنيه يعني مش غالية خالص. وفيها جوكت جميلة جدا في حالتها. شايفين الجاكت ده? مية خمسة وعشرين جنيه. يعني في شارع بوراة الجديدة او لاح مدينة هيبقى اغلى من كده. والجاكت ده بحالته الاحمر دوت جميل. زي ما اوضح كده في في الفيديو. يعني وفي كمان استندات اطفال. بدبقى كتير وفي استندات رجالي وفي استندات حريمي وفي عبيات اللي هي الخليجي اللي بتقاب مية خمسة وسبعين ومية وخمسين فرنج دوت هناك برضو. وفي الجنليب البيتي برضو. شايفين الجاكت اللي اهدلع معانا دوت? برضو جميل جدا. ده جلد. ورده جميل برضو. صراحة الجاكت الحمراء جميلة جدا لما تحتها هيكون اسود. وجميلة جدا برضو. وده. آآ ممكن نتلاعوا الاستندات يعني رجالي وحريمي. بتبقى متنوعة. مش آآ ما بتاكتصرش بس على آآ حاجة معينة ممكن رجالي حريمي وممكن اطفالي ممكن. يعني آآ دوت بيبقى كويس برضو ولسندات برضو اللي تبقى مختصة بحاجة واحدة. بتبقى جميلة جدا. انا مصور لكم برضو ناحية الاسعاف. آآ فيديوهين جواكت. آآ ياريت آآ تبصوا بس بس على القناة هتعجبكم ان شاء الله هتستفيدوا من جوالاتنا. اتمنى تزوروا القناة وتشوفوا آآ الفيديوهات. وهسيب لكم لينكات الجواكت في صندوق الوصف. آآ ياريت ترجعوا لها. وده برضو جميل. على فكرة كنت بصار في النهار فالشمس بتبقى ضربة في الكاميرا. فجايباها يعني ايه فتحة شوية. بس اظن يعني على التسوير واضح. والشاكت اللي يطلع معنا ده بقى تشاكت جميل جدا. القصة بتاعته تحفة. هتشوفوها معايا دلوقتي. بصوا. ده جلد. جميل. جميل. حبيبنا لو وصلتم معنا لحد كده. آآ لحد الفاقرة دية تريد ما تنسناش باللايك والاشتراك. اكون سعيدة بكم باللايك واسعد واسعد بالاشتراك. واهلا بالناس الجديدة نورتونا. وان شاء الله نكون عند حزن ظنكم. اهلا بيكم. آآ تصوير ده كان زي ما انا قلت كان يوم الحد. وان شاء الله سورلكم في ممارة زهران آآ فيديوهات تانية بازن الله. انا مأثرة في نزول الفيديوهات الايام دية بس ان شاء الله الفترة قادمة لو قام في العام ربكية. هنزل لكم فيديوهات كتير. اتمنى تعجبكم ان شاء الله. وآآ ياريت تكتب لي راييكم في التعليقات. وانا برد على كل التعليقات. بكون سعيدة بها. واي حد عاوز يسأل على العنوان او اي شيء يكتب لي في التعليقات. وانا اكتب له العنوان برضو تاني. برضو ده رجالي. ده بليزر رجالي. وانا بقول لكم الاستندات بتبقى ميكس. من رجالي وحريمي. ولسه مكملين في تولتنا. وده فارو. بست دوت فارو. بمية خمسة وعشرين جنيه برضو. في بستهات برضو اهيات. صراحة الاسعار في مواري زهران بتبقى جميلة برضو. اه يا ريت اه لو وصلت لحد معي حد كده يا ريت اه تسأل على ان تذكر الله وتسأل على النبي على السلام والسلام. اهلا بذكر الله تطمئن القلوب. اعطروا بقى اهفوكم بذكر الله. يريد اكون اه دفا خفيفة عليكم. وتكونوا استمتعنت معيها بالجولة. بس خدوا بالكم الاستندات برضو. ساعات ببقى فيها دفوهات. فاخدوا بالكم الدفوهات. لو دفوه يتعالج يعني. اه وتمنوا يعني كويس جدا. اه خدوها لو لو دفوها يتعالج. اه لو دفوه مش هيتعالج. فسيبوه. اه واخدوا غيره. يعني سيبوا القطعة واخدوا غيرها. وهنا برضو كانت اه جلب شتوي. ده كان في الاخر الاستند. وانا بقول لكم الاستند بيبقى متنوع. وهنا البناطيل ديت. دي كانت غالية شوية دي حوالي كانت بمية خمسة وعشرين جنيه. علشان كانت اه بحلتها. حاجة دي مستوردة. بلات. طبعا زي ما انا معرفاكم ان البلات اه بتبقى انواع او يعني اعليهم الكريمة. دي بتبقى اغلى حاجة. وحوالي البنطلون ده بمية خمسة وعشرين هو السعر ما جاش في الفيديو بس هو كان حوالي بمية خمسة وعشرين. وكان فيه مقسات بكسايز واسعة. زي ما اوضح كده في الفيديو. وهنا برضي الجواكة الاطفال. هنا الجواكة الاطفال دي كانت فيا بعد ما سيبت ممر الشباكة. وانا دخل على ممر عش النخلة. بصه جديدة. جديدة. بحالتها. كانت بقى بمية وخمسين جنيه. وكان فيه جواكة فيها تحفة. اي يعني بصه في الصوف برضه هتلاقي الصوف. ولادي. برضو بمية وخمسين. الحاجات دي كانت بحالتها. على ما اظن هي مش مستعملة على ما اظن. لان الحاجات دي كانت جميلة جدا يعني الفرشة دي كانت فيها هبصه. الشاكت. كميل. فيها حاجات يبيهات. فيها حاجات اطفال. بص الشاكت ده برضو. الحاجات دي يا جماعة لو هنجيبها من برة. ولا اكتر من الربعمائة جنيه. اكتر. بمية وخمسين جنيه بس. بص الصلوبات دوت. بص الصلوبات دوت. بص الصراحة كتعجماني جدا الفرشة دي.